ترتقب ليوم الغد بإنيلاء دائما أجواء صيفية بامتياز على كافة ربوع الوطن الحرارة تبقى في الموعد على كل المناطق الجنوبية ونسبة الرطوبة العالية على كل السواحل خاصة خلال الصباح الباكر تتبع أجواء مشمسة إلى مغاشة جزئيا خلال الظهيرة تبقى تتشكل بعض الصحبة الرعدية نحو المرتفعات الشرقية ومنطقة الأوراس تكون مرفوقة بأمطار رعدية محلية على شمال الصحرى الوحات والجنوب الغربي ستخصها بعض الخلايا الرعدية المنعزلة نفس الأجواء بمرتفعات الهوغار والتاسيلي مع احتمال أمطار رعدية نحو أقصى الجنوب الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد بحول له ستتراوح ما بين 21 إلى 25 درجة بالمناطق الشمالية تبقى مرتفعة بكل المناطق الجنوبية لتقرب 30 إلى غاية 33 درجة أما بمرتفعات الهوغار والتاسيلي وإليزيت ستتراوح ما بين 24 إلى غاية 28 درجة من نسبة للحرارة القصوى خلال ظاهرة الغد ستبقى فصلية نحو سواحي المقايز من بين 31 إلى 34 درجة مع نسبة رطوبة عالية ترتفع دائما بغليزان بعندفلة معسكر الشلف لتقرب 41 درجة 36 درجة بتزيوزو 34 درجة بالجلفة بيتامنار ستصل إلى 35 درجة بينما تبقى مرتفعة وحرة من شمال الصحراء نحو أقصى الجنوب تتعدل 40 درجة خاصة بأدرار ستقرب 47 درجة وهذا تحت الدل البحر يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الإتراب نحو سواحل الغربية رياح ضعيفة إلى مهتدلة خلال ظاهرة بسواحل الغربية دمن تيرات شمالية شرقية تدر إلى شمالية غربية بسواحل الشرقية